وسين معكم في آخر جزء من برنامجنا لماكيكس بخيس لليوم في آخر جزء نحكيه على العالم والقضية الفلسطينية اشتار في العالم اشتار في العالم نحكيه على قرار يغزو منصات التواصل الاجتماعي وقرار وصف بعض النشطاء بالحدث التاريخي القيار هو اعتراف كل من اسبانيا والنرويج وارلندا رسميا بالدولة الفلسطينية الدول هذي يتأكد ان ابتداء من نهار 28 ميل جيري ستعترف بالدولة الفلسطينية قوبل هذا القرار بترحيب فلسطيني وغضب من الكيان المحتل في الوقت اللي تكسب فيها الفلسطين شرعيتها تفقد اسرائيل دعمها تغريدة جيت من قلب غزاوي نرحب نشطاء من القطاع بهذا القرار واعتبروا خطوة ايجابية بعد كل هذه التضحيات وانهم لن يسمحوا بطيء القضية الفلسطينية وجدد بعض النشطاء ان هذا القرار قرار الدول الثلاث بشي شكل تحولات كبيرة خاصة انه من قلب اوروبا وقال احدهم اعتراف ضمن بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال اما ان يأتي الاعتراف من قلب اوروبا التي تساند اسرائيل فهذا يشكل تحولا كبيرا يحدث بعد تضحيات فلسطينية كبيرة وضغوطات شعبية على حكامها قد تصل الى درجة التأثير على امريكا بينما يرى بعض مستخدمي الموقع فيسبوك ان القرار جاء متأخر من دول غربية بعد ما قتل الالث من الفلسطينيين وشردوا من منازلهم منذ بداية العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة رحبت فلسطين بالقرار وقالت الرئاسة في بيان نقلت وكالة الانباء الرسمية نثمن مساهمة هذا القرار من النرويج في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على ارضه وفي اخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين في المقابل الكيين المحتل يستدعي سفيره في ايرلندا والنرويج لاجراء مشاورات طارئة بعد هذين البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين اعتراف من ثلاثة دول اوروبية يجي بعد ثمانية اشهر من العدوان صحيح قد يكون متأخر ولكن في كل الحالات هو يمكن اعتباره تحول في موازين القوى الدولية في علاقة بالقضية الفلسطينية مش تقررنا اهم ما جاء في مقال اصدر في جريدة هارتس العبرية واللي يحكي على الهولوكوست وتأثيره في القرار الدولي هي معطى الخطابة كمتاع الضحية هو الكاتب المقال مقال طويل شوية اسمه حجي العاد خرج ده عنده ايميت على هارتس بالعربي وكاتب وماذا سيحصل عندما يتوقف الهولوكوست عن منع العالم من رؤية اسرائيل على حقيقتها يعني اسرائيل تخبيت ورا الهولوكوست طويلا واليوم وكأنه العالم بداي بشوي بشوي يكتشف شكوني اسرائيل شكون الكين الصهيوني هو يقول لي من يريد ان يرى كانت الحقيقة قد وخزت الاعين منذ العام الف وتسعمائة وخمسة وخمسين انهم يتعاملون مع العرب ولئك الذين ما زالوا هنا بطريقة ستكون في حد ذاتها كافية لتجنيد العالم باسره ضد اسرائيل هذه كتبته انا ارانت كان في عام خمسة وخمسين وبعد عقد واحد فقط من الهولوكوست كارثتنا الكبرى والبدلة الواقية للصهيونية في الوقت ذاتي لذا ما شهدته ارانت في القدس لم يكن كافيا انا ذك لتجنيد العالم كاملي مع طبيع اسره ضد اسرائيل اليوم تعطيت سبعين سنين ذكرنا المقال ويحكي زيدا على الفلسطينيين اللي هما معاندين يعني متشبثين بحقهم لم ينزلوا عن المسرح يقول هو بطريقة ما بمرور السنين والقمع والمستوطنات والمذابح في الضفة الغربية والجولد ضد قطاع غازة وعنف الجيش وغياب المسائلة والنهب في القدس والنقب وغور الاردن بل فعليا في كل مكان يحاول فيه الفلسطيني التمسك بأرضه بمرور سنوات عديدة والكثير من الدم والجرائم بدأت خدعة الدعاية الاسرائيلية المكررة تفقد تأثيرها وجدواها ذي كان الحقيقة التافية هي أنه كلا ليس كل من يعتبر الفلسطينيين بشرا ذوي حقوق هو لا سيمي كالخطاب متاع أنت ضد إسرائيل معناتها أنت ضد السامية ضد السامية الخطاب غالتونك واللي هو نعرف الناس لكل مفعول الكبير اللي عنده في أوروبا وفي الدول الغربية عموما معناها هي تهمة جاهزة ومرعبة حتى لمن في وقت من الأوقات تجرؤوا وحكيوا أي موضوع في علاقة بالقضية الفلسطينية على نقطة جيوم موريس يعني فرانس انتر يلقى روحوا معطها سسبندوا دنتين على نقطة يعني على نتنياهو ما حبوهيش في الأخر يقول أننا نقترب من اللحظة وربما تكون قد حانت بالفعل التي لم يعد بمقدور ذكر الهولوكوست أن يمنع العالم عن رؤية إسرائيل كما على حقيقتها دونك هكا تقريبا يختم دونك المقال إمتاعه اليوم ويفما تغير في الرؤية في النظرة أو في السردية هو يجلب الاهتمام برشا في المقال هذي اللي نذكر يجي في جريدة عبرية صحيحية جريدة يسارية عبرية دونك يمكن فيها الجانب من التوازن الصورة اللي معتمدة لهذا المقال وهي صورة أم فلسطينية تخسل أولادها في الشارع في مكان من الواضح كونه معناها في ظروف صعيبة جدا من الناحية الصحية ومن الناحية يعني ما نتصورش مكان اللي هو فيه حد أدنى من مقاومات العيش الأدمي والليجند اللي تحت التصويره مهجرون في رفح أمس الأول الحقيقة هي أن ليس كل من يعتبر الفلسطينيين بشرا ذوي حقوق هو لاسامي دونك يظهر اللي قلت هنتي الجملة والمقال يستحق كونه نتوقف عنده كل شكر هجر بوجمعة زينب الباستي سيرين حتيت في الاخراج تقوى المديني في الديجيتال مروين عشوري كان رفقنا على امتداد الحسة إضافة زينه جس نذكركم اللي غدوة حسين حاجدوي ثمانية دونك يقف أمام دائرة الجناحية الثامنة بتقوى من عشر ثمانية الوقت دائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية غدوة الصباح دونك هو موقوف على خلفية بعض تدوينات وكما يقول شرف الدين القليل دونك المحامي متاع وصديقه شكرا لك هجر بوجمعة مروين عشوري رفقنا على امتداد الحسة وليد برحوم أنحييكم ونتقابلوا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت باي باي